إن في أسباب بتخليني وتجبرني إن أعمل قيصرية لجنين لأم والأسباب دي ليه علاقة بالجنين زي كبر حجم الجنين جنين فوق 4.5 كيلو جنين فوق 4.5 كيلو مستحيل هيعدي من الحوض ولو عدى ممكن أصلاً وإنت بتشد الجنين ده وقت الولادة ودي حنبقى نشوفها وإنت بتشده تقطع له المنطقة دي فالولاد يتولد مشلول إيده مشلولة تقعد الست تدعي على الدكتور ربنا ربي انتقم منه ابني يتولد مشلول ومش عارفي طبعاً أنت كان ممكن تاخد قرار قيصرية كان ممكن بسهولة تاخد قرار قيصرية في حاجة حتى طلبة كلية الطب لما بني من درستهم عنده الفكر دوت عنده الفكر إن ابن سابعة البيبي اللي بتولد في السابع ده لازم نورده طبيعي لأنه هو بيبي صغير خالص وبتاعه حينزل بسرعة من فتحة الحوض آه هو بيبي صغير لكن في السابع البيبي ده لسه ما تكونتش عنده مناعة كويسة لسه ما تكونتش عنده عوامل تجلط كويسة لسه التنفس بتاعه مش كويس لو أنت دخلت الست في تحريد أو محاولة ولادة طبيعية لبيبي في السابع من الممكن نتسبب له أضرار كبيرة جداً لذلك أنا البيبيهات اللي بتاعي في السابع ومن نسميهم البري تيرم بيبيز من الأفضل إن احنا نولدهم قيصري عشان خاطر نهتم بالبيبي على طول أول لما تولد وندي له حقنة فيتامين ك وندي له حاجات كتير ونتبعه ومن نسمحلوش إنه تولد فيه المنطقة الدايئة اللي هي منطقة الحوض والمهبل لأنه ما عندهش مناعة فرضاً الأم عندها أي نوع من أنواع للتهابات هتقدي في الآخر إن البيبي ده حيلقط نوع من أنواع للتهابات بسرعة ويجي له ممكن التهاب رئوي سيدات اللي عندها توائم قولاً واحداً فاصلاً التوائم لازم قيصرية في معظم الأحيان لازم قيصرية من الممكن أن نسمح بولاد التوائم طبيعي لو كانت الست والدة الولاد الأولانية طبيعي والرحم ده تجرب وتفتح والحوض إحنا جربناها كذا مرة فاسمح إن أنا أحاول إن أنا أولد لها التوائم بتاعها بس شريطة تأنى إن يكون التوائم اللي اتنين جايين بدماغهم مش بيبي جاي بالعرض ولا بيبي جاي بالمقعدة لأن وجود بيبي جاي بالمقعدة ده بيخليني لازم أخد قرار القيصرية أو بيبي جاي بالعرض أو في مصيبة سودة واحدة وهي بتولي الطبيعي مرة واحدة تلاقي الحبل السري بتاع البيبي نزل من المهبل وخرج نزل على السرير البيبي ده حيموت في خلال 15 دقيقة لو ملحقتوش فلازم تاخد أسرع واحد يفتح قيصرية ولازم تفتح القيصرية دي لأنها قيصرية طارقة طيب عندنا بقى في مقولة كده دايما أنا يعني بكراها كل سيدة أقول لك ده أنا دكتور ولدني قيصرية عشان البيبي الحبل السري لافف حوالين رقابته درج الدجال لازم يكون الحبل السري لافف حوالين البيبي على الأقل 3 لفات وتشوفيها بالصنار تقول لسا أنا ما بفهمش صنار قولها لا يا ماما هيوريك خطوط كده لمعة حوالين رقابة البيبي لو ما بيعرفش يعمل كده روحي الواحد يوريكي ده صح الحاجة التانية لازم الدكتور يعمل دابلر حاجة اسمها دابلر الدابلر ده أطلبيه من دكتورك أنا عايز أعمل دابلر عشان أتأكد الجنين ووصل له غيزة كويس ولا لا لو مش وصل له غيزة كويس وعايز حضرتك تلحقه وريني بالتقرير وبالأشعة مش بالكلام الحاجة اللي برضو مهمة جدا نقص الميا اللي حوالين البيبي كل شوية لما مثلا أميات بيقولك أنا الرحم يعني انفجر الميا جيب المياه اللي موجود ونزلت مياه كتير والدكتور قال يلا بسرعة قيصرية لا ماينفعش لازم اعمل صنار الأول وتأكد ان الجنين كويس ممكن اعمل عملية تحريض على ولادة طبيعية